تعالوا نعمل لبن المكتف في المحلق عندنا ايه؟ تعالوا نعمله مع بعض هو عبارة عن ايه؟ عن لبن بودرة هنحط كوبايتين من لبن الباودر هننزلهم كلهم سمعاني هنحط لهم كمان بس ما يبقاش سكم يبقى كامل الدسم فيه منه لانه خالي الدسم هنحط لهم كوبايتين من السكر البودرة هنحط سكر محبب خالص هنحط لهم معلقتين كبار من الزبدة وحنسيح الزبدة بالمية المغلية هناخد نبتدي بنص كوباية ونزود وإحنا شغالين المية المغلية اللي هتخلي قوام الزبدة ناعم وحتخلي المكونات تمتزج مع بعض فأنا هحط نص كوباية اهو وديهم تقليبة طبعا انتو عارفين السكر قولنا سوائل قولنا كزا وره في الحلقات السكر من السوائل لانه على طول بيدوب هنخلطهم مع بعض هنستعجل بإضافة المية هواقف وقديها تقليبة الأول قبل ما ضيف مية اللبن المكتف المحلى اسمه مكتف طبعا هو طريقة عمله العادية مش كده طريقة عمله العادية من لبن دسم مع السكر على النار بيكثفوه يعني بيبخروا السوائل منه بيتأثر على درجة حرارة هدية جدا عشان ما يتحرقش اللبن في سكريات بتحرق وبعدين بيبقى اللبن المكتف المحلى دي طريقة تصنيعه لكن طريقة عمل اللبن المكتف المحلى بالبيت مختلفة مش هنقدر يعني بتاخد وقته بتاخد مهارات ودرجات حرارة معينة بس قبل ما تزود مية حخلته تاني بس معلومة مع بعض هيحتاج هيحتاج مش نص كوباية أقل بكتير يعني بصوح هحط نسبة كده بسيطة وديها تقليبة ونخف إذن حطينا كوبايتين من اللبن البودرة كوبايتين من سكر البودرة معلقتين كبار من الزبدة لحد دلوقتي حطينا نص كوباية ومسلا مع مية مغلية وزيادة معلقتين عليها أول ما بتلاقوه بيلفت معانا جامل وبقى جهز تيجوا تشوفوا قوامه طيب هو سايل شوية عن اللبن المكتف المحلى ليه كنترول تفتكروا نكلمو عن درجات الحرارة عشان لا بصوا 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 قوامه عشان الدرجة الحرارة مية مغلية فلما يعود حيتقل شوية بس بصوا لي قوامه بجد تفرقوه عن اللي بتشتروه من السوق بصوا خطير بصوا لونه قوامه وحقلكم حالا طعم وأنا عرف ناس أخويا واحد منهم فيه نوع كده أنا بحبش السكريات قوي مظبوط مية بالمية نفس تأثير اللبن المكتف المحلى الجاهز فيه علب صغيرة منه عارفينها بتتفتح كده كان يفتحها ويشربوا كده أنا مقدرش على الحلويات قوي بس أحوريكم دلوقتي للي بحبوا الحلويات وأنا بعمل الكيكة الريئة مين فاكر الكيكة الريئة بعملها من اللبن المكتف المحلى ومنضفش ولا لبن ولا سكر لأنه هو ده اللي بيختصر لتنين موجود أكتبه على بصوا 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 الحلوة إيه رأيكم بأحلى وصفة لبن مكتف محلى النهاردة مدلعاكم مهارات كتير حلو الواحد يكتسبها وإحنا اكتسبناها وتعلمنا أهميتها بفترة اللوكداون تنذكر ما تنعاد الكورونا والكمية دي على فكرة غالية جدا لما تشتروها أنتوا عارفين عادة تمانها لـ 300 جنيه وهي أقل من كده بتبقى 390 جرام دي أكتر شايفين؟ أنا عايزة بس تجيبوا كده قوامها من فوق مخرجنا كده شايفين؟ أهو قوامها بالزبط اللبن المكثف المحلّة اللي بتشتروه من غير أي مواد حفظة معمول بالبيت بخلاط وبثواني والنهاردة حصيلة اللي عملناها كله يدخل معانا في حلقات تانية كتيرة أنا بحب الحلقات دي وبحب أتعلم مهارات المطبخ زي ما قلت لكم حتى لو مش هعملها بشكل دوري ومستمر لأنه خلينا نكون واقعيين حياتنا سريعة شوية لكن أحب أني أبقى عارفة إزاي وأحب أني لما أتزنق مثلا عايزة سمنة وش موجودة عايزة زبدة أقدر أعملها وبشكل عام أحب أكتسب مهارات المطبخ ممتع المطبخ حلو وده إنتوا تقدروا تعملوه إذا عملنا مع بعض هنا في الحلقة كله إنتوا كمان تقدروا تعملوه وزيت جوز الهند ده إن شاء الله حنعمل حلقة كاملة عن صحتك في مطبخك وجوز الهند عايز أقول لكم عن المادة اللي فيه MCT هي كمان بتزبط الكوليسترول هي كمان بتساعد على الهضم امتصاص النشويات وبتساعد في المحافظة على الوزن أو نزول في الوزن لو أنتوا ماشيين على داية قليل السعودات حلقتنا دي هتفضل على اليوتيوب حلقتنا كل مقادرها وحصور لكم كل حاجة تنزل على الفيسبوك بالمقادر والطريقة ومستنية كومنتاتكم وأشوف مهارتكم إنتوا أكيد هتعرف تعملوهم باي اشتركوا في القناة